بسم الله الرحمن الرحيم مهارات طالب الرقم تتطلب منظومة التعليم الرقمي مجموعة حديثة ومتنوعة من المهارات الأساسية والضرورية لكل الطلاب والتي تجعلهم قادرين على استخدام البيئات الرقمية، المنهج الرقمي والاختبارات الرقمية فهم بحاجة إلى مهارات محددة مثل مهارات الحاسوب والإنترنت، المعلومات والاتصالات، البرمجيات والتطبيقات والأجهزاء والقدمات الرقمية ومن أهم وأبرز المهارات التي يحتاجها الطالب في التعليم الرقمي ما يلي مهارات الطالب الرقمي الوصول إلى الإنترنت والإبحار خلال الشبكة للحصول على المعلومات المطلوبة حفظ البيانات على وصاية التخزين وطباعتها إرسال واستغبال البريد الإلكتروني مع المرفقات الأخرى له الإمكانية للتعامل بسهولة مع الحاسوب من مهارات الطالب الرقمي أن يكون لديه القدرة على استخدام المصادر والمواد الرقمية عمل التوصيلات بين الأجهزة الإلكترونية العمل على نظام التشقيل للحاسوب والهواتف الزكية توصيل وتشقيل الكاميرات الرقمية للحاسوب والهواتف الزكية توصيل وتشقيل ملحقات الحاسوب والإنترنت نسخ وحفظ الملفات والمجلدات استخدام التقنيات والخدمات الرقمية مثل مؤتمرات الصوت والفيديو تحميل وتنصيب البرامج على الحاسوب والأجهزة الزكية من مهارات الطالب الرقمي تقيير عدادات وخيارات متصفحة الإنترنت على الحاسوب والهواتف الزكية تصميم صفحات إنترنت ونشرها البحث في الإنترنت تحديث البرامج والتطبيقات على الحاسوب والهواتف الزكية المشاركة والتفاعل في المنتديات الحوارات والمحادثات تصميم وبناء المدونات الشخصية التعامل مع برامج متصفحات الإنترنت على الحاسوب والهواتف الزكية القدرة على استخدام برامج حماية ومكافحة الفيروسات من مهارة الطالب الرقمي كذلك له القدرة على ضغط الملفات وفكها استخدام أساسيات لقات البرمجة المختلفة يحزف الرسائل البريدية الإلكترونية الضارة وقير المرقوبة له مهارة الاتصال الفعال في بيئات التعلم الرقمية له مهارة التعلم الزاتي والتعلم المستمر له مهارة القراءة والكتابة استخدام لوحة المفاتيح وتشغيل تقنية لمس الشاشة القدرة على التعامل مع تطبيقات الهواتف الزكية كذلك من مهارات الطالب الرقمي القدرة على استخدام الخدمات والتطبيقات السحابية القدرة على استخدام شبكات التواصل الاجتماعي القدرة على إعدادات الخصوصية في الحواسيب والهواتف الزكية اشتركوا في القناة